مساء الفل والهنى على كل الناس الحلوة اللي بتستنيني دايما مساء الفل والهنى والياسمين على كل بنوتة حلوة من جواها قبل ما تكون حلوة من برجها معيكم رانا داود انا مهتمة جدا بمجال الموضة والسكين كير والبشرة والشعر وبعمل ريفيوز عن منتجات انا جربتها علشان افيد بيها حضرتكم النهاردة هناخد جولة حلوة قوي في سينزو مول الموجود في مدينة الغرداء وهو من اكبر المولز الموجودة فيها وعندنا اول براند فانيلا للملابس البيتي الحاريمي او البنوتات الصغيرة وعندنا حد بيرسم لوحات هنا اصاده شايفين رسمه تحفظ زي وهنا المكان ده مخصص للاطفال وعارض شنط عشان مسم المدارس وهنا ده ماء الزهب للعطور السوري اللي انتشر الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت في مصر وتركيب طلعطور بتاعته طحفة جدا السينزو من اكبر المولز الموجودة في مدينة الغرداء وفي كل براندس العالمية يعني لو في حد اجنبي مثلا بيدور على براند معينة او بمحتاج يشتري اي حاجة هيروح مش هيطعب في اي حاجة هناك وهيلاقي كل براند اللي بيدور عليها وده براند فانتي للملابس عنده تشكيلة طحفة جدا من الهدوم انا بوريكم نظرة سريعة وانتو لما تروحوا ان شاء الله تدخلوا تشوفوا تختاروا وتنقلوا اللي انتو حابينه السينزو كان قريب جدا من الفندوق اللي انا كنت نزلة فيه فانزلت وتفرجت وقضيت يوم هناك وتبسطت جدا فيه ده براند كويك سيلفر للهدوم عنده بتشكيلة ميهات طحفة وعنده طبعا سيل كل البراندس العالمية موجود فيها حاليا سيل هناك والاسعار جميلة جدا هتعجبكم وده فرع بيكسي هناك فيه عرض هناك خط قطعه والتانية فري وطبعا فيه حاجات وز هيلز وحاجات تانية اردي وده كافي شايفين الجمال وده براند روك بورد فيه حاجات طحفة وطبعا زي ما اقول لكم هو فيه سيل الميزة هنا ان انتي هتطلعي شرية اي حاجة انتي عايزاها او محتاجاها او كنت بتدوري عليها مش هتتعابي كتير او كده وفيه كافيز كتيرة ومطاعم كمان لو حبه ان انتي تكل حاجة فيها ايه رأيكم ندخل هنا سوا ونشوف المعروض عنده ايه ونشوف الازواء شايفين الجمال والالوان الحلوة الوان الزيف واو حاجات حلوة جدا ده الرجالي شايفين الشوزات والشيرتز والكابس موجودة والشنط كله براندز حلوة جدا والاسعار فيها سيل حلوة جدا هيعجبكم حلوة شيرت الابيض ده يلا بينا ندخل على الشوز كده نتفرج على الشوزة تريبا كل الازواء والالوان كلها موجودة وفي ديسكاون عليها حوالي 50% فيكون سعر الشوز حلو جدا يلا بينا نخرج ونكمل الجولة حلوة جدا في المول شايفين الكافيل اللي هناك ده شكله شيء جدا وعدته حلوة بردو وده البراند ده حلو جدا في شوزة حلوة جدا انا هي وبرضو في سيل ونقلده طبعا معروف ان الاكسسيرز بتاعته حلوة جدا للملابس البيتي الحريمي كله في سيل يا جماعة وفي ان انت تاخدي قطعة والتانية فري والجودة وده طبعا نيس بنيس الغاني عن التعريف كبير جدا فوق ما تتخيلوا في كل حاجة انت هتحتاجيها او هتقرار ان انت تشتريها وفي ميزة كمان في سينزو ان البراندس اللي موجودة فيه فيه اشكال كتيرة مختلفة جدا انا ما شفتهيش في الفروع اللي برا فده كان ميزة بتميزه جدا وده فرع فودافون لو في حد محتاج يشتري خط يعمل في مشكلة في خط فودافون هيروح للتوكيل ده ويعمل اللي هو عايزه اسبنيس مكمل معانا هون شايفين كله فيه سيل 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 وشايفين الحاجات وحلوتها وشيكتها وجمالها جميل جدا بجد انا اتبسطت جدا وقضيت يوم جميل جدا وهنا ده براند اي فاشون اوبتيكس في جميع البراندس العالمية للنظرات وهنا ده طبعا العشو منيسو موجود في حاجات تحفة جدا جدا انا بحبه جدا ولازم بدخله في اي مول موجود في اي محافظة شايفين الجمال شايفين بقال شغل الدباديب والحاجات الحلوة دي واو حلوة قوي والفرع كبير جدا وفي حاجات انا ما كنتش متخيلة ان انا هلاقيها بسهولة كده في الغرداء شايفين الحاجات الحلوة دي واو بجد والله يا جماعة كمان الحاجات دي مش موجودة في الفروع الاساسية ده تقريبا ده فرع كارينة ولا فرع اي هنشوف مع بعضها كارينة مزبوط كارينة حتى في شوية هدوم وشوية ازواء شايفين البيجاما دي تحفة جدا في منها للكبار والاطفال الفرع كبير وفي ازواء كتير جدا ممكن تكون خلصت في المحافظات التانية هنا برضو اوبتكس يعني لو ملقتيش الزوق اللي يعجبك في الجلاسيز هتلاقيها في براند تاني متوفر وفيه كذا حاجة هنا في المول شايفين الجمال هنا والسيل وهنا فرع الامبراطور والاكسيسيريز شايفين تقريبا ما فيش براند مش موجود في المول ده هلوي جدا 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 ويعجبكم اكتف شاومي يعني الموبايلز حتى موجودة وموجود عليها عروض يلا بينا نكتشف التسالي الحلوة دي في المحمصة اللبنانية ونشوف المكسرات التحفة دي في سيدة وفيه نكهات زي لوز ليمون ولوز مدخن شايفين الحاليات الحلوة دي كلنا بنحبها والاجانب بيعشقوها بالذات من مصر او من الدول العربية شايفين روح هنا ونشوف عندنا في ايه كاجو ملح كل حاجة ايه رأيكم يلا نسيب البرانس العالمية واللبس والشوبينج وندخل نتسالة شوية في جيتزو ده مكان مخصص للالعاب والتسالي مخصص للكبار والاطفال الاول بنشتري كارت حوالي بعشرة جنيه وبتبدأي تشحنيه عادي زي وزي اي جيمس بتشحنيه في الاغلى يعني في الجيمس حوالي اتناشر جنيه فانت بتشحنيه زي ما انت عايزة بمية بنتين زي ما انت حابة بخمسين اوكي لو عندك اطفال هيتبسطوا جدا في المكان وبرضو لو في كبار هيتبسطوا بالجيمس ده هنا السيارات سباق السيارات اللي موجودة شايفين الجيمس وجمالها كل حاجة موجودة في سينزو مول شايفين شايفين الجيمس معي حلو قوي مفيش حاجة مش موجودة تقريبا بجد انا اتبسطت جدا 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 في المكان ده شايفين يلا بقى نشوف سوا احنا هنلعب ايه ونختار كده لعبة تكون حلوة ونكسب منها لان برضو الجيمس بتطلع جروت كده وفي الاخر بتاخد بيها هدايا خلصنا لعب في منطقة الجيمس ويلا بينا ناكل ايس كريم موفم بيك طبعا كلنا عارفين الايس كريم ده قد ايه بيبقى طعمه حلو البولة تقريبا بتلاتين وفيه نكهات حلوة كتير وجنب الايس كريم فيه كاندي لجميع الانوية وده ريستورانت وهنا الناحية التانية فيه كافي جاكوبس الكافيه ده هايل جدا في الكابتينو والنس كافيه والحاجات دي تحفى بجدا اتبسطت جدا فيه وهنا بقيت البرانس اللي موجودة شايفين قصاد الكافي من ناحية التانية ال سي واي كيكي بس انا ما دخلتوش علشان الوقت كان بدأ ينتهي والدنيا تقفل علشان وقت الحزر المحلات الساعة عشرة والمطاعم والكافيهات الساعة 12 بس عموا المول كله سينزو بيقفل الساعة تقريبا تقريبا بيقفل الساعة عشرة شايفين محل الفضة ده وازواء الفضة اللي فيه تحفى انا بموت في الفضة وبحبها جدا شايفين الاشكال وتحت هنا فيه واتشس طبعا والمحل منظم جدا وفيه الناحية التانية هنا ده بعيار 18 شايفين اشكاله واو حلوة قوي ورقيق جدا وفيه اشكال حلوة فيه حاجات اكيد انا نسيت اصورها لان المول كبير جدا ومساحته تقريبا 250 الف متر مربع وفيه ماك دونالز وفيه كانتاكي وفيه كمان صيدلية العزبي ففيه حاجات اكيد انا ما صورتهاش بجد كان يوم ممتع جدا بالنسبة لي اكلت فيه واتبسطته وعملته شوبينج وشفت حاجات حلوة جدا واشتريت اللي كان ناقصني في رحلتي للغردقة ياريت لما تنزلوا الغردقة تروحوا سينزو مول هتتبسطوا جدا وياريت تقولولي رأيكم ايه في الكومنت بعد ما تروحوا تقريبا بيطلع باسز مخصصة لسينزو كل عشر دقايق من اي مكان في الغردقة بيبقى لها محطات معينة بس انا تقريبا معرفش المحطات دي بس تقريبا كل عشر دقايق او ربع ساعة بيطلع باس مخصص بيروح لسينزو مول طيب انتي ما عملتيش ده ممكن تروحي بابر والسعر بيبقى بسيط لو الفندق بتاعك قريب من المكان ده للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديدة اللي بقدمها ولايك للفيديو لو عجبكم وكان مفيد بالنسبالكم استنوني في فيديوهات وريفيوهات حلوة كتيرة جاية ان شاء الله كان معاكم رانا داود